السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مرحبا بكم اليوم ضمن درس جديد من الدروس المقدمة عن بعد إذن هذا الدرس إن شاء الله سيكون في مادة التربية الإسلامية للمستوى السادس تحت عنوان أخطار الصحبة الصالحة أخطار الصحبة الصالحة إذن هذا العنوان أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات لا يخص فقط لمستوى السادس ولكن يخص جميع المستويات أو بالأحرى جميع الناس يعني الذي ناس يشاهدون هذا الدرس إذن إن شاء الله سننطلق كما هو العادة من القرآن الكريم ماذا قال في الموضوع وعني السنة إذن عندما نقول القرآن الكريم يعني نتحدث عن ماذا قاله الله في كتابه ثم في السنة يعني نقول ماذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وإذن وضعية الإنطلاق عند ولج أميمة للمستوى الأولى إعدادي الأولى إعدادي يعني نعرف أن التلميذ يليجون إلى هذا المستوى وغالبا ما يغادرون منزلهم ويكونون بعيدين عن آبائهم يعني وهنا يحتاج الإنسان أو يحتاج هذا المتعلم إلى صديقه إذن بدأت نتائجها في التراجع إذن كانت مجهدة في المستوى السادس ابتدائي لكن عند ولجها للمستوى الأول بدأت نتائجها في التراجع ولم تعد تهتم بالمراجعة ولا بكتابة الدروس وكانت سيئة حيث أنها لم تفلح في النجاح في الأسدس الأول يعني أن في الدورة الأولى لم تأتي بنقاط جيدة ويعني أنها رسبت ولم تكن من المتفوقين فلاحظ أبوها ذلك وتحرى في الأمر فوجدها تتحدث كثيرا مع بنت معروفة في المؤسسة باستهطارها يعني أن هذه أميمة تتحدث عندما ولجت إلى الأولى إعداد ولجت وهي تتحدث مع بنت معروفة في المؤسسة أنها لا تراجع دروسها ولا تهتم بالدراسة إذن السؤال فما هو سبب تراجع أميمة في دراستها إذن أعزائي التلاميذ عندما تقرأون هذا النص جيدا ستعلمون أن سبب تراجع أميمة في دراستها هي تلك البنت الأخرى التي كانت تصاحبها وتتحدث معها إذن السند الأول بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سورة التوبة الأياء 119 إذن هنا يا أيها الذين آمنوا إذن هنا الله سبحانه وتعالى خص هذا النداء بالذين آمنوا به وليس بالناس جميعا الذين آمنوا يعني المسلمين الذين آمنوا بالله ماذا عليهم قال لهم اتقوا الله أن أتقي الله يعني أتقوا الله يعني الأمر بالمعروف وأنه على المنكر وكونوا مع الصادقين وكونوا يعني وتحدثوا وجالسوا مع من؟ مع الصادقين الذي هو صديق في حديته إذن الإنسان الذي يكون صديقا في حديته يمكن أن تكون فيه يعني باقي الفوائد أو باقي القيم الحسنة إذن هنا الإنسان يتأثر شاء أبا بمن حوله إذن هنا الإنسان إذا عاش في بيئة فإنه يتشبه بناء ناس تلك البيئة هذا ما جاء في هذه الآية إذن السند حديث إذن هنا قلت تحدثنا عن القرآن الكريم الآن سنتقل إلى السنة النبوية حديث أبي موسى الأشعاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكيري فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيري وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منثنة يعني رائحة كريحة لدينا شرح المفردات المسك إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك إذن المسك إشنا هو نوع من الطيب نوع من الطيب يعني إحنا كنقول لها الريحة يعني واحدة الريحة كتكون زوينة يعني هذه الريحة تكون تستخرج من دم الغزل الكير ما معنى الكير؟ عالة ينفخ بها الحداد النار بحل الربص يحذيك يعطيك إذن هذا هو الحديث وهذا الحديث متفق عليه إذن أسئلة الفهم التي تتعلق بهذا الحديث بماذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الحسن والصديق السيء بماذا شبههم في هذا الحديث سؤال تاني ماذا نستفيد من الصديق الصالح؟ إذا كنت أجلس دائما مع الصديق الصالح ماذا أستفيد منه؟ ثم أخيرا ما نتائج مصاحبة أصدقاء السوء؟ إذا كنت أجلس وأتحدث كثيرا مع أصدقاء السوء فما هي النتائج؟ إذن نشوف الجواب للسؤال الأول إذن الصديق الحسن شبهه بحامل المسك والصديق السيء بنافخ الكير إذن حامل المسك الذي يحمل الطيب يعني ومن فوائده كما جاء في الحديث مثلا أن تشم أقل أقل الفوائد أن تشم منه رائحة طيبة فقط وهناك فوائد أخرى دكرت في الحديث ولكن بالنسبة للصديق السيء بنافخ الكير الذي يمكن له أن يؤذيك أو أن يحرق ثيابك ثانيا ماذا نستفيد من الصديق الصالح؟ نستفيد حسن الخلق والتعاون على الخير والسير في الطريق المستقيم الطريق المستقيم هي كلمة عامة تجمع كل ما أمرنا الله به أن نأتيه وأن نتجنب كل ما نهان عنه بالنسبة للسؤال الثالث ما نتائج مصاحبة تصدقاء السوء؟ إذن نتائجها الأخلاق السيئة والمنكر وإتهان الفواحش أعتدر هناك كتبت الفواحش إذن يا فواحش وكل ما نهان الله عن فعله إذن المراد من هذا الحديث قال فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهابك يعطيك يعني أن يعطيك من ذلك المسك الطيب يقول تفضل هذه هدية أو يطيبك يعني تشوم فقط الرائحة وإما أن تبتع منه بمعنى تشتري منه تشتري منه وتقول له أين أتيت بهذا المسك فيقول لك إنه عندي أنا أبيعه وتشتري منه بمعنى تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة هذا ما ذكرته سالفا يعني فقط أقل الفوائد أن تشم رائحة زكية يعني لن تعدم خيرا في الأحوال ثلاثة يعني هنا ستستفيد منه في هذه الأحوال ثلاثة وإما أن يعطيك شيئا وإما أن يعطيك شيئا وإما أن تجد منه ريح طيبة فأنت رابح بمجالسته عندما تجلس معه فأنت رابح رابح لن تتأدى بمجالسته لكن في الجانب الآخر وهو ضده ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك تطير عليها شرارة شرارة من النار وإما أن تجد منه ريحة نثنة كريهة إذن مجالسته مجالسة فيها يعني فيها يعني ضد الصديق أو الجليز الحسن الذي يملك المسك إذن مجالسة هذا السيد هذا الإنسان يعني مفاسدها أكثر من محاسنها إذن بالنسبة للملخص أعزاء التلاميذ أعزاء التلميذات يجب على الإنسان أن يختار من يصاحب في الدنيا لذلك يجب أن يتعمد إلى مجلسة أصدقاء صالحين وأن يستفيد من خلقهم الحسن ويقتدي بهم وأن يتجنب أصدقاء سوء ويمتنع عن مخالطتهم مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا حديث آخر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخليل إذن الإنسان الذي تجلس معه دائما فكل الأشياء التي توجد فيه سينقلها إليك بمرور الوقت بمرور الوقت سينقل إليك أفكاره سواء كانت سيئة أو حسنة وسينقل إليك كل شيء وكل ما يفكر فيه لذلك يجب للإنسان أن يختار صديق الحسن وهنا يمكن أن أتي بمثال مثلا يعني إنسان مثلا في المستوى السادس ابتدائي وهناك تلاميذ يريدون المراجعة وهناك تلاميذ يحبون فقط اللعب إذن الإنسان عندما يتجه نحو التلاميذ والمتعلم الذين يريدون المراجعة ويقومون بالتمارين يعني هذا صديق حسن سيستفيد منه الإنسان سيستفيد من المتعلم كثيرا لكن إذا اتجه نحو التلاميذ الذين يحبون اللعب فإنه يعني يمكن له أن يحصل على نتائج سيئة في الامتحان وهذا سيجعل حياته يعني تبتدئ من منذ صغاره بهذه النتائج السيئة في المواد وفي الامتحان إذن يجب على الإنسان أن يختار الصديق الصالح وأن يبتعد عن الصديق السيئ إذن هذا هو مضمون درسنا وإلى ذلك الحين للدرس الجديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته